مجلس الوزراء يثمن الجهود التي قامت بها الجهات المعنية لمواجهة فيروس كورونا شهد المجلس بما توليه القيادة لتلبية الاحتياجات المالية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة نتابع نوه مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدت عبر الشبكة الافتراضية بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات الجائحة العالمية وثمن المجلس ما توليه القيادة من الحرص على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة كما أشار المجلس إلى إصدار موافقة الملك على ما رفعه ولي العهد لتخصيص مبلغ سبعة مليارات ريال إضافية على المبلغ المعتمد ثمانية مليارات ريال منذ بداية انتشار الفيروس وذلك لرفع جاهزية القطاع الصحي ولتأمين الأدوية وتشغيل الأسرة الإضافية وشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية المطلوبة وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج وأكد المجلس على ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات المتخذة لتتمكن الجهات المعنية من الإسهام في الحد من ارتفاع أعداد الإصابات هذا وقدر المجلس توجيه الملك على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج في البلدان الأكثر تأثرا من انتشار فيروس كورونا وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول أوبيك بلس ومجموعة من الدول الأخرى لعقد اجتماع عاجل جاءت للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية